نظام بلدي الجديد التفاصيل الكاملة لشروط ورسوم استخراج رخص البناء الجديدة بالسعودية تعد رسوم وشروط الحصول على رخصة البناء الجديدة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون في السعودية خاصة بعدما وفرت السلطات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين نظام جديد وضعته السلطات السعودية للحصول على رخصة بناء وكثرت التساؤلات عنه وعن الشروط للحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة خلال هذا الفيديو سنوضح التفاصيل الكاملة للشروط والرسوم المقررة للحصول على رخصة البناء الجديدة ورابط التقديم بشكل إلكتروني وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تحت نظاما جديد لرخصة البناء حيث طرحت تطبيقا إلكتروني نظام بلدي الجديد يمكن للأفراد الحصول على رخص بناء بشكل فوري وهو نظام معتمد على أرجاء المملكة كافة ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن ويمتاز بإصدار رخص إنشاء فورية من المكتب المختص في ذات اليوم بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة إجراءات الحصول على رخصة نظام بلدي يسهل إجراءات الحصول على رخصة منها الحصول على رخص فورية من المكتب وسداد الرسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة كما أن نظام بلدي يلغي دور شركة الكهرباء في إصدار الرخص لتأهيل مكتب وزارة الشؤون القروية إصدار الرخص في كل مدن السعودية وحصر العلاقة التعقدية لاستخراج الرخص بين المواطن والمكتب دون الحاجة لوجود طرف ثالث كما حدد نظام بلدي جميع الالتزامات والمسؤوليات التعقدية عن الرخصة وفرض مخالفة ومسألة قانونية على المخالفين شروط الحصول على رخصة البناء الجديدة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية وضعت بعضا من الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء الجديدة عبر نظام بلدي على النحو التالي لابد من الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء وذلك بالتقديم بطلب للجهة الإدارية من حيث شروط البناء والتخطيط تقديم نسخة من بطاقة الحالة الاجتماعية للملك بالطلب المقدم وأن يتضمن أيضا بيانات الموقع من عنوانه وحدوده لابد أن يتضمن الطلب صورة سند الملكية وكذلك إصال سداد الرسوم المستحقة لابد من تقديم المستندات التي تثبت الملكية الخاصة بالأرض يشترى التقديم إفادة من مكتب هندسي تضمن فحص الاعتبارات الإنشائية والميكانيكية والمعمرية تقديم استمر التطقيق متطلبات المباني للوحدات السكانية المرغوبة فحصها من المكتب الهندسي تقديم موافقة من صاحب العمل على جميع الضوابط والشروط ولابد من وجود مصعد بحثية من مكتب هندسي والتعاقد مع مهندس لإعداد ملف التراخيص تقديم شهادة تنسيق من شركة الكهرباء لابد من إرفاق جميع المخططات المعتمدة من المكتب الهندسي بصيغة البي دي اف رسوم رخص البناء الجديدة وزارة الشؤون القروية والبلدية كشفت عن رسوم تصريح البناء الجديد الذي يعتمد على التقديم الإلكترونية على منصة بلدي وهي موحدة على جميع مناطق المملكة وأكدت الوزارة أن الرسوم تقدر بـ 150 ريال سعودي يجب دفعها حتى يستطيع المتقدم مواصلة الإجراءات والحصول على رخصة البناء بالشكل قانوني ورخصة البناء بعد العمل بالنظام الإلكتروني استغرقوا مدة حوالي 15 يوما بدءا من الحصول المتقدم على الموافقة المبدئية من الجهات ومن ثم الحصول على موافقة الموقع ومرورا بالقرار المسحي حتى الوصول لمرحلة التفتيش الميداني للموقع رابط التقديم أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية رابط خاص يمكن للمواطنين التقديم على رخصة البناء بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى فروعها حيث يمكن الدخول على منصة بلدي الإلكترونية وتقديم الطلب واتباع الإجراءات